موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تبقى السيدة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي الرمز والقدوة للمرأة في البيت وللمرأة الأكاديمية وفي أي تخصص كانت اليوم نصداق ذلك واضحا إن شاء الله في شخصية الدكتورة مونا محمد يونس سلام عليكم مولاكم السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم في هذا الحوار بداية نتعرف على حضرتك والتخصصات اللي تحبين تتحدثين بها واللي كان لها الدور الفاعل في خدمة مجتمع في خدمة أسرة في خدمة شخصية الإنسان المسلم تفضلي دكتورة مونا محمد يونس أستاذ مساعد في جامعة لبنانية كلية التربية الفرع الأول أيضا مرشدة تربوية في مركز الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية ومدربة في المركز التربية والبحوث والإنماء عضو في عدة لجان علمية منها لجان محتمة لسيما في جامعة في تركيا جامعة على الدينكوباد وأيضا في مراكز ثقافية في ألمانيا بداية بدي أتشكر العدب العباسي على استضافتهم وعلى هذا المؤتمر المؤتمر الذي يعتبر بيجمع نورين هو نور سيدة فاطمة الذي اكتسبته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإمام علي عليها أفضل الصلاة والسلام تجربتي مع سيدة فاطمة لم تكن منذ فترة طويلة أكثر كانت منذ ثلاث سنوات تقريبا اليوم سبب ما جئكم إلى أرض العراق تحديدا إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي طبعا النسوي ترجمة هذه التجربة ستكون من خلال مشاركتكم صحيح نسمع منكم بداية بدي أهدي هذا البحث لسيدة نساء العالمين إلى من سمت فعلت ومن تألقت فأنارت وبنورها الكون أضاءت إلى من يسير اليوم على دربها كل المقاومين في جنوب لبنان في غزة في العراق كل الشرفاء بالأرض إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لأنه كما ذكرت حضرتك بالمقدمة إنها نموذج يحتز به بكل معنى الكلمة حتى بالنسبة للطلاب وبالنسبة للناشئة لأنه سبب أنا مجيء إلى العراق هو مشاركتي في بحث علمي هذا البحث هو بحث علمي تجريبي تناول موضوع السيدة فاطمة الزهراء كونها نموذج نوراني تربوي عبر تطبيق استراتيجية تعليمية تعلمية اسمها استراتيجية النمزجة فطبقناها ببعض المدارس بتحب تناول موضوع البحث كان في مدة قصيرة طويلة يعني ظهرت نتائج تطبيق هذه التجربة؟ طبعاً طبعاً لا هو كان لمدة طويلة لأنه نحن طبقنا هذا البحث بالفصل الثاني من العام 2022 لكن لحتى ما الحاجة له؟ ما هي الحاجة لتطبيقها؟ الحاجة لأننا نريد أن نعرف إذا مدى فعالية استراتيجية التعلم التعليمي لطريقة النمزجة هل هي تسرع عملية اكتساب الأهداف المعرفية والمهاراتية؟ هل يمكن من خلال هذه الاستراتيجية أن تفتح أفاق لدى المتعلمين لمعرفة من هي السيدة فاطمة الزهراء خاصة أريد أن أستطرد هنا لأقول بأن المتعلمين الذين تم تجربة هذا السيدة فاطمة أو هذا الفيلم الاطلاع عليه هم من طواقف متعددة كما تعلموا بأننا في لبنان نحن 18 طائفة لكن صدقاً من دون أي مبالغة النتائج التي توصلنا إليها كانت مذهلة وبالأرقام إذا أن هناك نسبة مئوية بورسانتاج يعني قديش طلعت النسبة عذراً سأتكلم بالعامية نسبة المتعلمين الذين اكتسبوا الأهداف بطريقة النمزجة لأننا عملنا مقارنة بين شعبتين أو صفين هم من المتعلمين الذين تم اتباع معهم الطرائق التقليدية أو الطلقينية بحيث نعتمد على هذا الدرس على مستندات وتجري مقارنة بينها وترح أسئلة وإشكاليات بينما الطريقة التي اعتمدنا فيها سيرة السيدة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام فعلاً هي سيدة الكون لأنه الفيلم الذي تم عرضه مدته فقط ثلاث دقائق وهو من اليوتيوب ثلاث دقائق وست ثواني سرعة اكتساب الأهداف للمتعلمين سواء كانت هذه الأهداف أهداف مهارتية أو أهداف على صعيد نحن نقول لها الوجدانية أو الانفعالية كانت كبيرة جداً حتى في التقييم لقيت إقبال بداية هذه التجربة ثم بعد ذلك تأثروا مؤحدثت صغير وفتح آفاق لأنها أصبح لديهم نوع من الشغف بمعرفة من هي فاطمة خاصة بالنسبة للتواقف الأخرى لا أريد أن أذكر هناك مثلاً بعض الطلاب الذين ينتمون للمذهب الدرزي فأثرت لديهم الكثير من التشجيع لمعرفة من هي فاطمة ماذا أفرز هذا المقطع اللي كان المدة اللي ذكرتها ثلاث دقائق على ما أظن صحيح ما الذي أفرزه مصور أو مفاهيم صحيحة سليمة لابد أن تصل إلى المتلقي لقد اكتسبوا الكثير من السلوكيات والمهارات لسيما على صعيد التربية والشخص لقد اكتسبوا مفهوم العطاء بمعناها الحقيقي مفهوم الإثار بمعناها الحقيقي وأيضاً نحن نكون لدينا في كلية التربية السيرورة المعرفية فعلاً من دون أي مجمل أو مبالغة السيدة فاطمة أكسبت المتعلمين كل السيرورة المعرفية هي بحث زيتها منبع للوجدار والمعارف أعود إلى التجربة استهدفت فئة عمرية معينة طبعاً استهدفت عمر 14 سنة صف الثامن أساسي مقصود؟ هذه الفئة مقصودة كانت؟ لأن هناك درس في مادة الجغرافيا التخلف والتنمية جرى هناك تقاطع أو تشابك بين أهداف هذا الدرس الأهداف المعرفية والمهاراتية وبين الفيديو الذي يتناول سيرة السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأنا كنت أريد أن أبتعد لأنني شاركت السنة الماضية مع جامعة بابل في أبحاث أخرى تتناول المنهج الوصفي والتحليلي كنت أريد أن أحاكي أكثر إضافة ما في الإنتاج الفكري حول السيدة فاطمة فلجأت إلى المنهج التجريبي الذي اعتبرته وبفضل الله وبشفاعة السيدة فاطمة الحمد لله قد حقق كل الفرضيات التي تم اقتراحها بنيت عليه مثلاً أفكار مستقبلية أن تكون تجارب شبيهة أو تشتغل على فئة عمرية أخرى أكثر من ذلك كان هناك نوع من التوصيات بأن يحصل ولسيما في لبنان يمكن أن تنتج بعض المواد التعليمية الرقمية وخاصة هلأ في ظل الزكاء الصناعي تتناول سيرة الأئمة الأطهار والأشراف وسيرة أهل البيت فلماذا لا يتم الإضاءة عليها لأنني سوف أتكلم بمنتهى الصراحة وأقول نحن لدينا في لبنان دائماً نتغنى بجام دارك لماذا نتغنى بجام دارك الفرنسية أوليست السيدة فاطمة تستحقها ذات تغني بعد أن طلعت على سيرتها وأنا لم أكن كثيراً متعمقة في الدراسات الدينية فأنا توجهي أكثر أكاديمي وأكثر من هيك تربيت في كنف عائلة زينبية بحتة عشر عائلية فهي تحب كثير السيدة زينب وكل الكتب الموجودة لدينا في البيت تتناول سيرة السيدة زينب لسيما أمي الله يرحمها لكنني لم أعرف فاطمة سوى منذ ثلاث سنوات كما ذكرت لك لأنني بدأت بالبحث حول تجاربها الحياتية تجاربها المعاشة في منزلها مع أولادها لا أريد أن يطيل لكن شخصية السيدة فاطمة فزة فيها كل الأبعاد التي تستدعيها عملية التربية بدأت من البعد العائلي في تربيتها بالحب مع أبنائها في استعابها لأولادها في عدم التمييز بينهم إنها امرأة مثالية بكل ما للكلمة بالمعنى بكفي أنها ابنة المعصومين وقد ربت المعصومين وهي أم لها المعصومين كمان البعد السياسي سيدة فاطمة تناولت كان لديها نوع من الكفاح الكفاح نوح من الجهاد لأنها كانت تكتسب من رسول الله تجاربه ومواعزه وحكمه وأيضا كانت تكتسب من مدينة العلم من الإمام علي عليه أفضل صلاته وأيضا كان لديها بعض اجتماعي عزرا إذا أطلت كان لديها بعض اجتماعي لأنها كانت تعطي بعض الدروس للنساء اللواتي يلجأنا إليها ليقوم بحل بعض المشاكل العائلية التي يقعون بها أو بعض المشاكل الاجتماعية إضافة إلى كونها بعض روحي كانت تقوم بصلاة الليل وكانت يمكن أن يقول بأنها مؤمنة بكل ما للكلمة معنا لأنها كانت روحة نية بدرجة كبيرة جدا أحسنتم كل التفاصيل وجزئيات اللي ذكرتيها شكلت زخم عد حضرتك وبلشتي تأسسين إلى بحوث صحيح خوة نظرين بهذه البحوث الخاصة بسيدة زهرة عليها السلام إن شاء الله ندخل في صميم البحث اللي حضرتك اشتغلت علي وهيأتي لمهرجان روح النبوة الثقافي العالمي إن شاء الله بعدما نتوقف مع هذا الفاصل بإذن الله إن شاء الله نذهب إلى هذا الفاصل ثم لا نعوده ويبقى مهرجان روح النبوة الثقافي العالمي النسوي هو النقطة المضية التي تستقطب كل روحية موجودة في كل امرأة مسلمة قادرة على أن تخدم مجتمعها وأن تخدم الدين والمذهب الدكتورة مونة محمد يونس هي المثال اللي كان يعني في حياته هناك إشراقة وإضاءة على هذا الموضوع مرة أخرى حياكم الله دكتورة مونة ندخل إلى مهرجان روح النبوة وحضرتك إليك مشاركة وهذه المشاركة متمثلة ببحث اشتغلت عليها أكيد هيأتي إلى رتبتي الأفكار قبل قليل تحدثنا عن أنه أنت تستهدفين فيها عمرية تحدثين فيها تأثيرا بداية ثم بعد ذلك التغيير تغيير يعني يتحولون يتغيرون من منطقة إلى أخرى طبعا يسأل سؤال سائل ويسأل يقول يعني أنت في بيئة العراق تحديدا في بيئة كربلاء المقدسة والمهرجان مقام بذكر السيدة الزهراء في أيام ولادتها الميمونة التغيير الذي تطمحون إليه يتعلق بهذه البيئة ما البيئة مسلمة بالموضوع طبعا أم لمن يحاكي محاكات من رسالة توجه لمن للآخر أم لمن يتفق معي في كثير من نقاط الالتقاء لغة قومية جنسية هوية انتماء على مستوى مذهب دين عقيدة تفضلي أنا بعتبر أنه هو موجه لكل متعلم ومعلم معلم قبل المتعلم معلم حتى في العراق يمكن اعتماد طريقة النمزجة لأنها استراتيجية تعليمية تعلمية حديثة لأنها تعتمد على الاستنتاج لا تعتمد على الطلقين فهذا ضروري وأكثر من هيك نتوقف في دعاية النقطة أي طبعا الاستنتاج وليس التلقين وليس الطلقين بما معناه؟ الاستنتاج بمعنى أنني أقوم بعرض سيرة أهل البيت سيرة السيدة فاطمة الزهراء كما فعلت مع مدرسة النجاح في البقعة الغربي حيث قمنا بعرض سيرة السيدة الزهراء عبر فيلم لم نتناول نقول أن هذا الفيلم يتناول السيدة الزهراء بل هذا الفيلم يتناول عقد هناك رجل فقير هل يمكنني أن أشرح ما الهدف من الفيلم؟ نا هو هناك رجل تاجر كان موجودا في العراق وهذا التاجر كان يقوم بتجارتي فإز به يفلس ويصبح فقيرا يقصد العديد من الناس يريد أن يطلب المساعدة منهم من قام بمساعدتهم سابقا فيرفضون المساعدة ويقولون له أنت تاجر فاشل لماذا تقوم بهذه التجارة وغيرها فلمن لجأ لجأ لرسول الرحمة لجأ لنبي الله لجأ لنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقام النبي محمد وقال له اذهب إلى ابنة فاطمة إنها تساعدك وفعلا إنها ثمرت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله يعني تفهم وتدير كل الأمور بعقلانية كبيرة فعندما لجأ إليها قالت له ليس لدي سوى هذا العقد لأقدمه لك قامت بتقديم عقده وهذا العقد أخذه وبدأ يذهب به فإذا به يريد أن يأكل لأنه لمدة أربع أو خمس أيام لم يأكل فذهب إلى الخباز وقال له مجرد أن قال له إنه عقد الخباز عندما حمل هذا العقد قال له إنه مميز جدا أن تصاركه قال له لا إنه عقد ابنة رسول الله مجرد أنه قال له ذلك قال تفضل هذا الخبز ومن ثم عندما يصبح لديك فلوس تأتي لتقدمها لي هذا المشهد كامل انطلاق أي ومن ثم لا أريد أن أستطرد أكثر من ذلك ختامها أنه جرى استثمار هذا العقد ومن ثم أعيدت ثروته لهذا التاجر فأصبح غنيا فأخذ العقد وعاد مرة أخرى لسيدة فاطمة الزهراء قال لها بأن هذا العقد كان لي ثروة بكل ما للكلمة بمعنى مبارك لأن أنا الآن أمتلك مدركة ليرة ذهبية ولله الحمد وأستطيع أن أعود إلى حياتي وأعود إلى أسرتي لأؤمن لها فإذا به عند أثناء عودته يتفاجأ بأن كل الذي طلب منهم المساعدة أصبحوا من الفقراء أو على طريق الفقر فقام بتقديم يد المساعدة لهم وعاد إلى أسرته الحمد لله أنه بفضل عطاء السيدة فاطمة بفضل إيثار السيدة فاطمة وطبعا بفضل الله بالدرجة الأولى أحسنتم كل التفاصيل ذكرتها فيها جنبة البركة واضحة طبعا كان رد فعل معين عندما هذه التجربة أنت بدأت بها وخذتها تصورتوا في ذهنكم يكون هناك ردة فعل معينة لا ربما نقول هذا الأمر مختص فقط عذرا هذا الأمر مختص فقط بأهل بيت العصمة صحيح نعم فعندما تتوجهين إلى متعلمين في عمر الأربع عشر السنة وهم ينتمون إلى أيديولوجيات مختلفة نتكلم الآن بموضوعية وشفافية نعم يعني هناك من اعترض أنه جرى هيك نوع من الإشكالية في بداية الدرس نحن نطرح إشكاليات في مادة الجغرافية نعم تمهيد ومسومة إشكالية هل تعرفون من هي السيدة فاطمة الزهراء سألتهم معلمة والمعلمة اسمها فاطمة فقالت لهم هل تعرفون من هي سيدة فاطمة الزهراء بعضهم قال أنت أنت اسمك فاطمة لأن المسيحيين أو الدروز لا يعتقدون أو حتى إذا كانوا يعرفون يعرفون هيك شيء سطحي غير متعمق فبعد مشاهدتهم من الفيديو قالت لهم هل تعرفون الآن من هي السيدة فاطمة الزهراء كان الاستنتاج نوع من تعلم الأقرام بين بعضنا البعض عندما بدأ النقاش بين المتعلمين كانت روحية جميلة جدا يعني أنا كنت موجودة لديها أشاهد ماذا يحصل بصفين من الصفوف البق والجيم لأنهم متعددين طواف بينما الألف والدال هم تقريبا من المذهب الشيعي فإننا هرصد على أن تكون الطريقة التقليدية لديهم فقمنا بمقارنة العلامات عند اتنين علامات التقييم نعم فإذا بنا نلحظ شيئا مهما جدا بأن المتعلمين الذين طلعوا على هذا الفيلم أصبح لديهم أكثر نوع من الشغف لمعرفة المزيد عن السيدة فاطمة وعندما أعطت لهم بحث لتنفيذه معظم البحوث تناولت السيدة فاطمة وأنت تعرفين ابن الأربعة عشر سنة يبحثون في تفاصيل هذه الشخصية كيف تزوجت بالإمام علي كيف ربت أولادها فقد دخلوا هيك بهذه التفاصيل لكنهم فعلا يعني تأثروا بسيدة فاطمة وأخذوها نوع من القدوة والموعزة حتى بيسلوكم بعد أسبوعين إحدى المعلمات بتقول أصبحوا حتى إذا بدون يرموا ورقة على الأرض يقولوا يعني لو كانت السيدة فاطمة هوني كنت بتقبل أنت ترميل الورقة وهو لطلاب يعني من طواقف متعددة منهم من ذات المذهب والطلاب فاطمة الزهراء كان مرفوضا بالمطلق لدي كقرار خاص بيكم وقناعة وحتى يعني الحمد لله وبفضل الله كان هذا القرار حتى قرار عند المعلمة لأنها هي تكون بتدريس الأربع شعب فعندما قلت لها يمكننا أن نستبدل السيدة الزهراء إذا اضطر الأمر بعد أن أخذنا موافقة الإدارة لأنني أحتاج إلى موافقة الإدارة والإدارة تحتاج إلى موافقات أخرى أيضا لتنفيذ هذه التجربة لأنني لم أستطع تنفيذها بالمدارسة الرسمية حيث يمنع أن يكون هناك نوع من الأفكار الدنيا تأخذ أو تدخل إلى بل أننا نعتمد أكثر أن نكون على الحيادية بالمدارسة الرسمية المدارسة الرسمية تتبع للدولة اللبنانية وتتبع المنهج اللبناني بينما المدارسة الخاصة هي تتبع المنهج اللبناني لكنهم يعتمدون بعض الكتب الخاصة فهذا الكتاب الذي تم اعتماده حتى هو كتاب السلسل العلمية بالجغرافيا لمكتبة حبيب يعني أنه أيضا كتاب لدار نشر ليس شيعيا هيك رح تنحكي الأمور مثل ما هي ولكن الحمد لله ما بعرف كيف بقدرة الله اتيسرت الأمور حتى عند المتعلمين لأنهم أعجبوا بالفيديو الذي تم معرضه أحسنتم هذا الجهد هو مهدى لمولاتنا سيدة زهراء فاطمة عليها السلام عليها أفضل صلات والسلام بأقل من نصف دقيقة إن شاء الله تتوقعين ما يعرض هذا البحث في المهرجان إن شاء الله يلقى صدا إن شاء الله ومميز لأنه يقدم طريقتين تعليميتي مختلفتين نقول لهم ديدكتيك جديدة هما النمزجة وتعلم الأقران تعلم الأقران لم نكن نسعى لها لكنها ظهرت معنا بالنتائج وهذا بفضل الله أكيد وبينما النمزجة التي كنا نسعى لها وبالفرضيات والإشكالية التي تم طرحها الحمد لله والأهداف تحققت بإذن الله بإذن الله طاب الحديث ويا حضرتش دكتور منا أدام الله عليكم التوفيق والنعمة إن شاء الله في هذا العمل شكرا لأستضافتكم وشكرا لكل القيمين على هيدا المهرجان على أمل أن نلقاكم الألرات بمهرجان قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى نلقاكم بلبنان إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إلى هنا ينتهي حوارنا في أمان الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة